مشوارك من لاعبة في المنتخب الوطني إلى مدربة بنفس الفريق كيف كانت هذه المرحلة؟ والله مشوار كان جد يعني كنرجعوا 25 سنة من قبل أو 20 سنة طبعا هي من قبل كنت رياضية رياضية يعني من عائلة رياضية من عائلة من 12 فرد منهم 8 رجال 8 ذكور يعني إخوة كامل يعني يمارسوا الرياضة كان خاصة كورت القدم وكان اللي كانوا يمارسوا كورت سلة وأنا مارست يعني ليدو دي سيبلين يعني درت كورت القدم ودرت كورت سلة من نقوله من فريق العائلة إلى المنتخب نعم نقلة لوعية هي خطر كنت نلعب يعني كانت لي فرصة مع الإخوة يعني في الحي يعني دي ما يلعبوني يعني كانت عندي ناشاط كبير يعني معهم يلعبوني في الدورات في الحي يعني مع الجيران والحمد لله زي كسبت أكتر غطيقة خاصة أنك تكون مع العائلة يعني نشكرهم وماشي سهل كامرأة وانا داك كنت يعني شابة وكبنت تكون عندك تم دكور يقبلوا أنه أختهم يعني تلعب رياضة وخاصة كورت القدم نعم مع هذه العشرية يعني تحكرا على الرجال فقط يعني كان لنا تحدي كبير خاصة نحن اللاعبات يعني يعني الأوائل يعني كنا يعني من الأوائل يعني لدرنا تحدي بها الحمد لله يعني مشوار درت دراسات طبعا كان هدفي أن نكون مدربة في المستقبل وكان والحمد لله توفيق من الله دخلت في سنة 1996 في مهد تكنولوجيا ورياضة بقاسنطينا وين قمت يعني بأول تكوين لي وين في 1999 استفت من ديبلوم الأول في الرياضة بعدين تطورت نفسي يعني والحمد لله ومن نفس الوقت كنت لعبة دولية يعني ومع الوقت في 2007 كنت ليا أول كيكملت كلاعبة دولية في سنة 2002 2007 كنت ليا أول دعوة كمدربة كنت مدربة مساعدة وطنية مع السيد شيح سدين اللي هو معروف وكان هو المدرب الوطني تعنا يعني عملت معك مدربة مساعدة في المنتخب الوطني أقل من 17 سنة وأقل من 23 سنة وشارفنا في عدة تاخذي الخبرة ربما طبعا كانت خبرة جد جد مفيدة هو يعني نقدر نقوله أنا كتلميذة عنده يعني تعلمنا من عنده عدة عدة أمور في التدريب ومنها كتسبنا أكثر خبرة وفزنا مثلا بميدالية الألعاب الإسلامية في إيران كانت لنا خبرة كبيرة فزنا يعني كانت لنا يعني عدة تجارب يعني حسبتم النجاح معهم كمدربة مساعدة حتى المشوار كان كبير كمسؤولة عندنا الكورت القدم النسوية في الاتحاد الجزائري في عهدتين مع العهدتين الأولى مع سيد الحاجر وروا ما بين 2013 نعم 2017 وين كنت عضو المكتب الفيدرالي أول إمرأة أو المرأة المرأة الأولى يعني شرف لينا الحمد لله شروع شكرا